استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد داء الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة الذي قدم إلى سموه أعضاء اللجنة المنظمة العليا لدور خالد بن حمد للمراكز الشبابية الثالث لكرة الصلاة وفريق مركز شباب الزلاق الفائز بلقب دور سموه بالإضافة إلى ممثل بنك البحر الوطني راعي البطولة وفي بداية اللقاء شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالإجراءات التنظيمية المتميزة لوزارة شؤون الشباب والرياضة وهنأ سموه لعبي مركز شباب الزلاق والجهازين الإداري والفني بمناسبة تحقيق لقب الدوري مشيدا سموه بالجهود التي بذلها اللاعبون خلال أمباريات الدوري والمستويات الكبيرة التي قدموها من أجل الصعود على منصة التتويج ورفع كأس المركز الأول وثمن سموه دور جميع فرق المراكز الشبابية المشاركة في الدوري مؤكدا سموه أنه لا يوجد خاسر في الدوري بل جميع الشباب البحريني كانوا فائزين بتجمعهم وتعارفهم وتنافسهم الشريف الأمر الذي ساهم في إثراء مسيرة الحركة الشبابية والرياضية في المملكة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أهمية دور المراكز الشبابية لكرة قدم الصلاة وما يمثله من منطلق حقيقي لللاعبين في التميز والتألق الكروي إلى جانب كونه رافدا مهما للمنتخبات والأندية الوطنية من أجل ضم اللاعبين المتميزين إلى صفوفها وأعرب سمو الشيخ خالد عن تقديره البلغ إلى بنك البحرين الوطني على رعايته للدوري الأمر الذي يؤكد حرص مجلس إدارة البنك على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في المملكة وقد تقدم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد على رعاية سموه الكريمة لدوري المراكز الشبابية الذي جاء متوافقا تماما مع رؤية وستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى أعطاء الشباب البحريني أهمية مضاعفة وتقديم البرامج والأنشطة التي تتناسب مع ميولهم وهوياتهم مضيفا أن اهتمام سموه البالغ بإقامة الدوري جاء ليجسد مدى الحرص والاهتمام بإنجاح الفعاليات الرياضية الهادفة إلى احتضان الشباب البحريني والمساهمة في إبراز مواهبهم الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل مصدر الإبداع والابتكار سر من أسرار النهضة والتطور لذلك حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بالأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى حرص على الارتقاء بالمراكز الشبابية من خلال تهيئة الأجواء المثالية وسط أجواء تنافسية هدفها الأسمى الوصول إلى العالمية سموه استقبل مركز شباب الزلاق الذي أحرز لقب النسخة الثالثة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة قدم الصلاة عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة على امتداد المباريات مما أهله لتحقيق لقب المسابقة بكل جدارة واستحقاق إن اهتمامكم البالغ بإقامة دوري سموكم جاء ليجسد مدى حرص واهتمام سموكم من جاح الفعاليات الرياضية الهارفة إلى احتضان الشباب البحريني والمساهمة في إبراز مواهبهم بما ينعكس بصورة إيجابية على مسيرة الحركة الرياضية والشبابية في مملكتنا العزيزة لقد جاء دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية متوافقا تماما مع رؤية وستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى إعطاء الشباب البحريني أهمية مضاعفة وتقديم البرامج والأنشطة التي تتناسب مع ميولهم وهواياتهم استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لمركز شباب الزلاق يأتي دعما وتأكيدا على احتضان سمو الشباب وتشجيعهم على ممارسة هوايتهم في أجواء تنافسية بالإضافة لحثهم على إظهار كافة إمكانياتهم في مختلف المجالات يشرفني باسمي ونيابة عن أخواني أفراد ولاعبي فريق مركز شباب الزلاق وباسم جميع أخواني منتسب المراكز الشبابية أن أرفع أسماء آيات الشكر لسموكم الكريم على رعايتكم ودعمكم لدور سموكم الثالث للمراكز الشبابية لكرة الصلاة الأمر الذي صام في نجاح هذا التجمع الشبابي وبعيدا عن حسبات الفوز والخسارة ورغم أهميتها إلا أن الدوري أهداف نبيلة تتخطى الحدود الرياضية لها لتصل إلى تعزيز روح التنافس بين الشباب البحرين والتقائهم وتوطيد العلاغات فيما بينهم ومجسر التعامل والتأخي وهذا ما تضح من خلال تشكيل العديد من الشباب لمجموعات شبابية بلا شك لقاء سمو الشيخ خالد منحمد الخليفة يعتبر تتويجا للجهد الكبير الذي تم بذله من قبل الجهازين الفني والإداري بفريق مركز شباب الزلاق فالفوز بالألقاب يتطلب عمل دؤوب وتسجيع مستمر وكما يقال فإن الوصول للقمة صعب والأصعب يبقى الحفاظ عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر